احمد الفشاوي والفنانة الشرين رضا يمكن طبعا الفنانة الشرين رضا يستبقى قولكم انت بتعرض التلالة ان حصل لها نوع كده من التحول كان دائما المخرجين حصرينها طبعا ملامحها الأوروبية وطبعا جمالها اللافت كان بيحطها في أدوار معينة انت حاطيتها في دور يعني ما اعتقدش يعني دور الست التعيسة اللي بتتفرج على الحياة من بعيد واللي بتضطر انها تقيم علاقة مع شاب أصغر منها في السن في حالة ضياع كامل يعني الاختيار شوية فلسفته كانت ايه الاختيار فلسفته انه انا بدور على الممثل او الموهبة اللي تقدر توصل لي الاحساس اللي انا عايز توصله للمشاهد ويبقى فيها مصدقية يعني الناس تبقى نصدقها الشخصية دي فيه طبعا تحدي لما بدي بي شخصيات بعيدة تماما عن عن المستوى الشخصية دي وهما اللي ينطبق على الاتنين ينطبق على شوين وينطبق على أحمد ده بحد ذات وتحدي كويس بس أحمد عمل أدوار اللي هو الشاب الشعبي والضايع قبل كده يمكن في أفلام أو في مسلسلات آآ طبعا بس مش بالشكل يعني مش بالشكل ده طبعا بس قصدي انه انه ازاي توصلي الشخصيات الممثلين دول ان هما يعملوا الشخصيات دي فيه مصدقية لازم تحصل ولازم هما نفسهم يخشوا له ده أو يصدقوا الشخصية قوي عشان ده يوصل للناس كان تحدي زريف انه بالنسبة لي انه نغير شكل الممثلين تماما لدارك انت بيش عرف هما مين انت كنت مرشح الأول كان في كلام اللي كانت مرشح الفنانة الكبيرة سوسا من بدر الأول الدور ده مصبوط آآ هو كان يعني كان حصل كلام يعني عارفة لم يسفر عن حصل مفوضات وما نجحتش آآ بس بس أنا على طول آآ يعني لأ عشرين كانت من أوائل في أوائل يعني تفتيري في الدور وانت بتبقى عايزة تعملي فرق معين كمان فرق بين قصدي الشخصيتين واني التقرابي قوي ممكن يبقى حتى فيه بعض بين الممثل والشخصية وازاي التقرابي ده يعني مع شوين آآ تغيير شكلها الجزري يعني كبت يعني دائما بتحط في صورة المرأة الجزابة اللي بيسعى إليها الآخرين فهي بقى المرأة تعيسة اللي بتقيم علاقة تعيسة بالطريقة دي بالضبط فأعتقد ان ده كان تحدي حتى بالنسبة لها هي كممثلة دي حققت جدا لأنه بقولك غير مستوى الشكل كمان انه مثلا تلبس عدسات لون تاني والبروطة وانها تبقى تساعة ونص في التعمل ميكروب الناس فاكرة انها مش عاملة ميكروب يعني الناس بتقول لها ازاي عملت الفيلم غير ميكروب هي عاملة ميكروب حققت جدا حققت جدا